موسيقى السلام عليكم أعزائي المشاهدين حياكم الله بقناتنا وقناتكم قناة إنميل فاكتوري اليوم معنا المربي والهاوي أحمد غبالزرت حياك الله بداود شيخ فارك خير الحمد لله الحمد لله بخير ليسهل ماشاء الله هناك شاهدنا عندك أنك مختص في فصيلة البولتير نعم ماشاء الله كلمنا عن بداياتك عن فصيلة هالجلا والله بداياتي كانت في 2012 كنت أحاول أدور فصيلة البولتير ما كان فيه بالكويت ما كان متوفر ما كان متوفر فقمت شريت لي بيتفل بعد السنتين حصلت لي سمعت كان فيه شخص الله يثقر بالخير عبدالعزيز بعباس أيو نعم قالوا لي أنه عنده ببولتير وماشاء الله عني حلوي فرحت لي مكانه وشفتهم معجبوني صراحة وخذيتهم واستغنيتهم يعني الحمدلله خذيت من نيوز خذيت من نيوز خذيت من نيوز خذيت من نيوز وقمت أطور فيهم قمت أحاول أطور وتعلم منهم وتعلم شنو فيه المواصفات البريد ومواصفات الحيوان النفسه اللي هو البولتيرير فبعد فترة قمت أشوف برا يعني مشاركات برا شون بوروبا شون يتعاملون معاه شون كان طريقة التعامل والشلب جدا ذكي وأنا قردي عندي معلومات قديرة عن الشلب وهم أنه قبل أشتري للشلب طبعا أنت عمقت فيه وهم يوم خذيته يعني غير لما تتعمق بموضوع غير أنك لما يكون عندك يكون عندك صح لما يكون عندك يكون عملي والدرسه لك عملي فدرسه لك جدامك أهم لما تدرسه والتي تاخته تالي أهم أهو أفضل بس أنه رح تتغير عليك وانت ما شاء الله من زمان هاوي حق هالنوعية فبعدين يبت لي ناثيا من خارج طلبتها طلبية يبت لك من بره اي نعم ناثيا السوداء يبتها من بره وشاركت فيها بالكويت والحمد لله خذت مركز الثاني بالبابي بريد اللي هو البابي ومشاريت لي تشلب ثالث اللي هو رابع عفوا بس خليتها بأوروبا خليتها عن صاحبه هناك لأنه يشارك فيه خارجي وقعد ياخر المركز أولى وصراحة يعني ومو استخسرت اني اي بالكويت بس انه أفضل من الجلب بره للكويت افضل من يكون داخل هناك لا اسمه هناك لا اسمه لا صيت فقلت حرامي بالكويت لأنه بالكويت لاحي الناس مو عارف الفصيلة بالضبط ومو عارف اشو بس اللي هم عارفون بأنه بوعكفة بوعكفة صح فهو لا هو بالعكس هو بريد تأسس سنة 1845 اي من شاء الله وتسجل باليو كي سي سنة 1870 يعني اعترفوا بالجلب اه يعني الحلب لا سنين كثيرة لا سنين كثيرة وبعدين يا ابو هني عندنا بالكويت اي كان ممنوعه هو اه بس انا رحت الهيئة اللي هو الهيئة والله ما اتكره اسمه اه الهيئة الثروة 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 رحت لهم هناك وقالوا لي ممنوع الحلب ما يتخل الكويت فرحت دزيت ايميل حق شخص مو الشخص حق النادي 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 هم ام شن نسمى النادي يو كي سي يو كي سي اهم مختصين فيروة الو كي سي مو مختصين بس هم فيه نوادي كثيرة have c i اه فيه وايد بس ان اليو كي سي اعصص انه اللي الرولز الغوانين ان هل تحلم هذا هل هو ممنوع ولا مو ممنوع حلو اوروبا مو ممنوع البيتبول ممنوع صح يو كي سي ممنوع غير فرق فيوم يبتلى اليميل هذا ووريت انه الكلب مو ممنوع بأربا وشون تمنع انت بالكويت فوافق الحمد لله اي ووافق ولانه هو قال لي احنا غوانين غوانين أوروبية قلت لهم انت غوانين كأوروبية هذا غانون أوروبية يقول لنا الكلب مو ممنوع فدخل على السايت الموقع نفسه وهذا ووريته يعني فقال لي صح فعلا وعطانا ورقة ويبتل الكلب اها مشي الله تباك الرحمن ووصلت لهني وانتجته اي انتجته الحمد لله وطورت فيه اي انتجته وطورت فيه الحمد لله وقل لنا شنو مواصفات الستاندر والله المواصفاته هو فيه فئتين فيه منيجر بولتيريار وفيه انجليش بولتيريار وانت اللي تملكهم هذا الانجليش بولتيريار الانجليش بولتيريار الانجليش بولتيريار الارتفاع يكون أرفع من الميجر الميجر يكون كسير يعني فيه فرق لحت تلاحظ ان هذا كسير هذا الفئ الفئ يكون بونة أكثر عظمة أكثر هل العكفة شيء أساسي بك؟ لا، العكفة ما هي شيء أساسي العكفة دائماً العكفة موجودة بس فيه ناس يقولك لا، لازم تكون العكفة مثل الزحلاقية اللي هي الأوفر هذي الأوفر هذي تأثر شون تأثر؟ تأثر بالأنياب تأثر بالفك يعني حتى لو تلاحظت لو تدش على اليوتيوب أو تدش على هذين وتشوف المشاركات بالعالمية راح تشوف حتى المشاركات أغلب اللي تلابق تفوز عكفتها اللي هي العكفة العادية الستاندر الستاندر يسمونها حلو العادية فيه عكفات تتيك اللي هي الأوفر فيه يفوزون بس أنه مو أغلبيتهم مو الأغلبيت ايه، هو أبو عكفة أبو عكفة صح هو الستاندر بس الناس تطوروه ايه، فيه تطور وصل ليه العكفة قامت تنزل لي تحت موجود حالياً موجود بالمكسيك بس الجل معيوب ايه معيوب كالشو مايدش معيوب أسنانه ما فيه عظم، أسنانه فكه السفري يكون أطول من الفك العلوي حلو وهذا شيء يأثر طبعاً البولتيرير ما نصح أحد يستغنيه يعني إذا كان أو يلعب مع الياهال إلا ما تكون بنتها مثلاً أكثر من 12 سنة أكثر من 12 سنة ايه، يعني البولتير شوي حركي شوي حركي وحار دم حار مو حرارة، هو ما في حرارة، الشلب حركي وحار لا، احنا نقول الحرارة إنه بالحركة صح، بالحركة حار وأنياب طبعاً ما عنده هو الأسنان كلها ناب كلها ناب كلها ناب ايه، فهذا الشيء من يأثر حتى حق لما أنت تنتجه بعد شهرين شهرين ونصف راح يأذي أمه رضاء ايه، صح يجراحها يعني أن كلها ناب ايه، فكلها ناب فهني أنت لازم تعزل اهه، هذا الشيء، والشيء الثاني، الجلب جداً ذكي وبثل ما تقوله ذكي وغبي نفس الوقت له سلوء، يعني لا، يمكنه ذكي بس تلقاه دفاشة دفاشة تتضحك ايه، وطبعاً وفيهم ميزة إنه كلهم يسوون نفس حركة اللي تلقاه يفتر، يفتر، يفتر يعني يفتر من الوناسة مثلا مفتر من الوناسة، صح ايه، مو وراء ذيلا، فيه شيء ثاني يسمى وإذا وراء ذيلا، هذا OCD أهم أنت لو تذكر ابو داود تذكر قبل، كان فيه لبباي نزل صح ايه، هذا البنوع، هذا كل أثر فينا ايه، هو الأثر فينا أهم صح، البباي، ابو عكفة وطقة سودة، أكثر ناس دقة أكبر، أبي بولتير طقة سودة أبي بولتير طقة سودة، صح وفيه علوان كثيرة يعني، أنا ما يقدر أقول له علي، ما يقدر أنا أعيب لك، والله بولتير طقة سودة بعين اليمنى وليسرح على كيف هذا سبحان الله، الخلقة تشتين هذا الخلقة، ايه، صح وكلمنا عن إنتاجها إنتاجها شوي صعب شلون؟ شوي صعب الإنتاج يعني، الإنتاج إذا حملت النثية، ما لازم تتحرك وائد لأنا نتعلم أنت هي حركية صح فإذا تحركت، ممكن تطيح البطنها وطبعا، لما تأخذ وجبتها، لازم ما تتحرك، لازم تنعزل مكان صغير مكان صغير، عشان منها ما تتحرك عشان لا تتتحرك، لأن إذا كلت وجبتها وتحركت، المعدة تقلب عندهم معدة تقلب، وفيهم شوي حساسية من شنو؟ من المكان دائما، أكثر الحساسية تي من المكان، لا يكون مكان مرتب حلو طبعا، جو وحاره، هم يستحملونها، بس ما يكون ما تربيه بمكان بره مكان أرطوبة نقول أرطوبة أو حرارة زيادة، يعني ندع بالصيف، هناك صيفنا طبعا ما يرحم، ما في حلال بالكويت يتحمل بالصيف صح، ما قاعد يتحمل فما نصح أحد يحطها بره يعني فنت توفر لهم التكييف طبعا، أكيد، أوفر لهم التكييف، البيئة، هم بالصيف هي بيطلع الكلب، فطلع بالليل فأنا أكثر مربين كانوا يواجهون مشكلة الصيف أي وشنو أمراضة اللي تحوشها؟ إذا تجني واحد أو تشتري واحد يعني أنصح أي شخص يبيشتري بولتير يتأكد منه منه أنه ما يكون أصمخ حلو، ليش لنا فيه من أصمخ؟ أي، عادتهم يعني أغلب البولتير، الدفنس، اللي هو الصمخ، يكون أصمخ من يولد يكون إذن واحدة أصمخة أو الثنتين، أو يكون سمع بطيء فأنا صحيح واحد يبي يشتري بولتير يفحص صحيح وشلان طريقة الفحص هذي؟ الفحص، فيه طبعا عندك المستشفيات هنا، يفحصوا لك، تودي لتقلب هناك، تفحصوا لك، تفحصوا لك، ويبين من يومه صغير؟ يبيني إذا كان أصمخ، وطبعا لازم تفحص الكلة عندها، هذا الكلة طبعا إذا دائر كل ستة شهور أفضل أو كل سنة، لأنه أهم فيه مشكلة بالكلة طبعا الأكثر للجلب فيه مشاكل بالكلة، اللي هو البولتير ير، وأن الصمخ يعني أن يكون أصمخ من الولادة من الولادة؟ من الولادة، يكون أصمخ ويكون كلة تضعيفة، وعندك أن الحساسية، الحساسية هذي أساسي سببها الرطوبة الرطوبة هي سببها، وهل فيه علاج لها؟ فيه علاجات شنو العلاج اللي لها؟ والله فيه اللي هو أنت بايوتك مضادة حقوية، فيه عندك كامل مضادة الحساسية، بس أنه لا تخلي الجلب يحك مكان الجرح وأنه تبرد عليه، أهم شنك تبرد عليه، يعني ترش عليه ماء، تبرد عليه، وبعدين لما تغسل أو تسبحه بالماء، لازم تنشفه مو بس قسير وفوته، خلاص، لا، استشوار، أنا عندي استشوار اللي هو تنفخ، تطيح الهواء اللي فيه، تطيح الماء اللي فيه، يعني طلعه ما يكون يلدم رطب، حتى نستعمل بودر حتى ننظيف الشلب، ورا السباحة نحط له بودر، عساس أنه يمتصل الرطوبة كلها من جسمه، حلو، هذه الأمور هم تساعد أنه ما تحش الحساسية، وماشاء الله شفنا عندك الكؤوس ومداليات، ايه الحمد لله، هذي فيه بطولات هنا بالكويت وخارجية، طبعاً أنت ذكرت لنا الخارجية لا، الكووس برا ما عمو، عندي لها الصورات إياها، بس اللي بالكويت اي نعم، فيه، وشنو مشاركات الكويت هنا، هل ليت منها النتيجة، لما رحت شفت مور الشاركات، فيه ناس غبال، يو شافوا، والله إيه، فيه، فيه غبال كثير، بس أغلب الناس حسبان لهم هذا الشلب خطر، يعني أكثر الناس كلما يشوفوني، أوخ، أنت شون تدربالك، هذي قص ياهال، هذي عظم، الشلب مو ماهو كذي، يعني إذا أنت تعرف شون تربيل الشلب، والشلب أساساً مو كذي، يعني كان منعه مثل ما منعه باجل السلاب، الشلب مو ذاك الشراسة بالعكس، يعني هذا الشلب عائلة، تقدر تربيه معها عائلتك، تقدر تعطه بين عيارك، بس لازم عينك عليه، يعني إذا كان الطفل أصغر من 12 سنة، أول عموماً أي بهم إحنا نربيها عندنا، طبعاً يعني نقول حتى لو الكاسكو، كل شيء الكاسكو يعض، والدياء ينقض، صح، وعيد أمور يعني أنها تأذي البشر يعني عادي، بس دائماً لازم تكون عينك على الحيوان اللي أنت مربي، يعني وقاعد تجني، صح، والرد على سؤالنا مع البطولات بالكويت، البطولات بالكويت، والله فيه منظمات، يعني فيه منظمة أليون، يعني هني عندنا موجودة بالكويت، موجودة بالكويت، والحمد لله يعني قاعد يصير فيها تطور كل سنة وبسنة وبسنة، كل سنة؟ أي، هل يصير تجمع ملتقة ولا بطولة عندكم؟ والله هو لا، كان فيه تجمعات أسبوعية بداية الشتاء، بس السنة هذه وقفوا تجمعات، لأنها شوي صارت، يعني فيه ناس إنشاغلات، وصارت شوي مشاكل، يعني إحنا قاعد نحاول حتى، يعني أنا أعضو بالنادي اللي هو A-B-KC مع محمد سراب، أنا أعضو إياهم، أي ونعم، إحنا خذينا بقابلة مع محمد سراب، نوجه له تحية، أي ونعم، أي ونعم، أي وضاري، أنا أعضو إياهم، فقاعد نحاول نوري الناس إن الأمور ما هي بالبساطة هذه، تلقى ناس يجني لها تجلب شهر شهرين مل من نقطة، صح، لا، قاعد نحاول نوعي، توعية، يعني، الجل بصخ المكان، إذا قاعد تمشي فيه، لازم تشير وصخة، صح، هذا أنت مسؤول عنها، يعني يكي واحد ثاني داس على وصخ هذا، يتأذي، ويتأذي أنت، هذا نحاول نعلم الناس، الناس ما، يعني قاعد نحاول نوعي، بس في توعية، الحمد لله في توعية، وإن شاء الله للأفضل، إن شاء الله، إن شاء الله، والبطولة كل سنة قاعد تصير، كل سنة قاعد تصير، كل سنة، بشهر 12، نحن ننظمها، مع بدر الصايق، أستاذ بدر الصايق، ومحمد سراب، والمجموعة اللي ما ذكرتهم، كلهم طبعا، يعطيهم العافية، ما دلسروا، كنا ننظمها، نحن ننظمها كل سنة، بشهر 12، بس السنة هاد رح تصير بشهر واحد، بشهر واحد، نعم، أخوي بداود قلت لي البطولاتكم، هل هي متجزئة؟ هي متجزئة طبعا، متجزئ على فئات، طبعا، الفئات العمرية، وفئات القلب نفسها، المتفائقات القلب نفسها، وماشاء الله، وفي نهاس شاركة بهالفئة؟ في، فئ، كثير، كثير، كان الحضور، كثير، وهم من أنتو فزتو فيها، تشاركم فيها، أو أنت تكون لجنة منظمة، لا، نشارك، أنتو شارك، لا، ما عندك مشكلة، إنتو هما تنظم هما تشارك، نحن نستانس يعني عرفت عدد مشاركات نغلبها يعني نشجع الناس فيها يعني أول أول فيئات كثيرة هي أي فئات كثيرة نتكلم فوق خمستعش فيئ من أنواع مالتسلابية فوق خمستعش فيئ نقول للفئة مات البولتير ايه في ناس شاركوا بيئ أنا الوحيد اللي شاركت بالبولتير أنا الوحيد الذي شاركت بيئ لأنني مراء في من ميرقل غليل بالكويت إن شاء الله نشوفهم إن شاء الله نتمنى إن شاء الله أخوي بداود كالسئة على خير شون تنصح الناس باقتناء التلاب نقول باقتناء التلاب والله أتمنى فيه نصائح كثيرة والله حالياً بس أن أغلب النصائح اللي أحب أوجهها لا أحد يطلع بشلبه بدون ليش وإذا تشلبك يقض لبسك أمام وفيه ناس أكثر من الحين يأخذ لها تشرب شهر شهرين ويمل منها ويقطها إذا أنت حاس نفسك أن تأخذ لها تشرب شهر شهرين وتقطها حرم هذه كلها خلقة يعني خلقة ربك وهذا حيوان يعني بالأخير واهتمام كلها مثل ما تقول أنت بتأخر حسنات لربك صح ما قصرت حبيب داود على فتحك بابك لنا حبيب قلبي مكانك مساعد صدرك لنا المشكور على المعلومات الغيمة هذه وإن شاء الله إذا انتجوا عندك نبنين نشوفهم إن شاء الله إن شاء الله حبيب ما قصر حبيب قلبي أعزاء المشاهدين أتمنى أنك فينا ووفينا وياكم بهالفصيلة وإن شاء الله بنشوفكم بحلقات قادمة مع ناس مربيين كثار إن شاء الله السلام عليكم اشتركوا في القناة شكرا